طيب ننزل مقادير الكباب شكرا لك يا سيدة منان والله أسعدنا سماع صوت حضرتك طيب الكباب والريش عايزة نزلهم مع بعض بقى عشان إيه؟ نبقى سوا طيب وطبعا الكباب أساسا إحنا نعمل للكباب بس عايزة أقول لكم الكباب ده أصلا مش ماصي تعالوا نقول مقاديره وبعدين نتكلم عنه عندي كيلو لحمة من البتل والمكعبات وممكن من العرق كمان بيبقى طاري أكتر حتة هنتكلم دوقتي عن أكتر حتة ممكن الكباب يطلع منها حلو هتبقى منين برضو طيب عندي ربع كيلو ليا داني مكعبات ده ممكن تتحط بين الفش يعني في التسيخ نحطها بين اللحم وممكن ما تحطهاش ده اختياري عندي مية بصل مية طماطم معلقة من الصياسوس خل عصيل لمون سبع بهارات ملح وفلفل أنا يعني مش عايزة أحط فيها حاجة تاني خالص الشطة دي اختياري فيه ناس بتحب ساعة اللحم بس أنا بصراحة ما بحبش بتحب طعم الكبابي بكت فقادي مية البصل مية البصل وقادي مية الطماطم وخلوا بالكم مية البصل والطماطم دي لو أنا عندي كفتة باخد منها وأبصم على الكفتة عشان يعني تبقى حاجة كده ايه وهي بتستوي تبقى مظبوطة معلقة واحدة من الصياسوس بس تدي طعم تمليح مظبوط كده شوية وعندي هنا توم فودر البهارات بتاعتي سبع بهارات رشة ملح وفلفل وبنعتمد دايما في الكباب على طعم اللحم الأصلي بتاعنا مش على أي حاجة تانية أهو بس كده وقادي وطبعا الريش كمان خليني أطلع الريش هحطها في نفس التدبيلة هيبقى الكباب والريش بصوا دي ريشة ضاني ودي بتبقى الوحيدة اللي موجودة يعني ايه في الخروف بتبقى هي واحدة بس مش منطقة الايه الدلوع بتبقى من خليني أخد كده ايه معلقة أو شوكة هاخد كده نقلب تقليبة في اللحمة في التدبيلة دي وهنزل معاه ال الريشة ضاني اهي شايفين ازاي أهم حاجة في الشاوي ان الحاجة دي بتتنقع كويس يعني مرينة بتاعها تاخد وقتها فيه ليه علشان الطعم اللحم يتشرب الطعم وطبعاً الضاني خلوا بالكو اللي محبي الضاني يعني آآ ليه طعم مميز دايماً في الشاوي فهو مش محتاج توابل كتير آآ تخلي اللحم نفسه آآ يغير طعمه هو طعمه كافي جداً إنه يطلع مظبوط وإيه وليه طعم كده جميل أنا هسخن الجرال هنا شوية اللي ممكن أعمل دور شوية على الجرال بصوا بقى الجمال هسيبها من بالليل لتاني يوم قبل ما شوي وهتطلع رائعة تشوفوا بقى اللحم ده هيبقى طاري وجميل إزاي وبرضو أنا كنت مسيخة كام واحدة آآ في اللحم هنا شايفين ممكن بس أنزل عليها شوية من الإيه شوفوا اللحمة لونه تغير إزاي لأنه الشر بالتدبيل شايفين الجمال أنا بقى حدق فيه زي ما بيقولوا إيه أستعد للشاوي بتاعهم كده وتابع الطرب مع حضراتكم وطبعا الأهم من ده إحنا هنقدم يا سلطة الطحينة يا سلطة التومية أنا هعمل تومية كده سريعة النهاردة آآ بسيطة سهلة هعمل لها آآ مقدار كده خلينا ننزلها بس سلطة التومية عشان لو اشتغلت فيها يبقى المقدار نزلت وحضراتكم صورتوها آآ تومية على الطريقة السورية بتعمل لها مرحلة أولى نص كباية نشا كباية ميا زي المهلبية كده باشيلها حطها في التلاج وبعدين هاخد المرحلة التانية عندي نص كباية ميا عندي زيت عندي عصير لمون خل فصيل من التوم أو معلاء التوم مفروم صغيرة وملح بس فيش أي حاجة تاني آآ دي تومية سهلة وبسيطة وطعمها بيبقى جميع احنا عملنا الحمص بالطحينة وعملنا الطحينة مع حضراتكم وعملنا الطحينة الخام كمان وهنعمل إن شاء الله بعد كده كمان الطحينة من السفول السوداني مش بس من السمسم وهنعمل بابا غنوج حاضر كل الحاجات اللي هي كده نعمل يوم سلطات بس لمحبي السلطات بكل أنواعها آآ اسمحونا بقى دلوقتي انا هبدأ استعد آآ الجريل بس أخانه كويس قوي عشان عايز أحط كده فيه قطع اللحمة تبقى آآ مشوية حل يعني أو تستوي معايا حل طيب بسم الله ممكن كده نجرب فيه آآه شايفين الصوت ده مريح للنفسية لازم يبقى سخنة جدا علشان اللحمة ما تنزلش ميا آآه وإحنا بقى هنسيبها كده شوية مع حضراتكو الريحة طبعا جميلة جدا ولو إن أنا مش من محبي ضوني أصلا لكن الريحة طالما تعرفوا بقى الحاجة دي حلوة ولا وحشة منين لما تكون أنت شخص ما بتحبهاش أصلا وتحس إن ريحتها حلوة فممكن تجذبك أن تقول يا هي ممكن تطلع يعني حلوة كده دي حاجة بتبقى يعني الحمد لله جميلة يعني أتمنى يا رب إن العيد ده يبقى عيد سعيدة على حضراتكو على الأمة الإسلامية جميعا في كل أنحاء العالم يعني الأيام دي ربنا يتقبل منا جميعا السيام والقيام والصدقة وسلة الأرحام والكلمة الطيبة وجبر الخواطر وكل حاجة نقدر نعملها في يومنا نعملها وما تستصغروش الخير مهما كان صغير تأكدوا أنه عند ربنا كبير جدا وما نعرفش فعلا في الآخر هو إيه للواحد ممكن ربنا يرحمه بيه ويخفره بيه فأتمنى من الله أنه يخفر لنا لي والحضراتكم ولوالدي يا رب ويرحم أموتنا أجمعين